السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء الثاني من الفصل الثالث بيتحدث عن بعض التعريفات المهمة عشان نبدأ هذا الشابتر وإحنا عندنا خلفية عن الترمانولوجي اللي نستخدمه أول حاجة هنعرف اللاتس ونعرف اللاتس برامتر ونعرف الليونة ثالث اللاتس معناها يعني اللاتس في الحقيقة أنا هنا البوينت هنا المقصود بها الزرات يعني كأنها مجموعة من الزرات يعني أنا تجاوزا في هذا الشابتر بتكلم معنا الزر كأنها نقطة يبقى أول اللاتس عبارة عن مجموعة من النقاط بتقسم الفراغ فيما بينها إلى أجزاء متساوية يعني هذه اللاتس كل جروب أوف بوينت بمعناها لاتس طيب والبيز معناها إيه أو بيزيس معناها أجروب أوف آتم أستوشياتي دويز ألاتس بوينت يعني اللاتس بوينت دي اللي احنا عارفنا معها مجموعة تاني من الزرات مرتبطة بيه طيب يونيس سيل معناها إيه يونيس سيل is the smallest repeated unit يعني أنا قلت إن اللاتس هتكرر نفسها في شكل باترين تمام الزرات هتاخد أركان بتتكرر في شكل هندسي منتظم هذا الشكل الهندسي أصغر وحدة منه اسمها يونيس سيل طيب يبقى طالما هي يونيس سيل وطالما هي شكل هندسي يبقى لابد نكون لها دائمين شكل عشان كنا بنتكلم عن لاتس برامتر يبقى لاتس برامتر معناها إيه يبقى هذا اليونيس سيل اللي هو الشكل الهندسي اللي بيتكرر له أبعاد وله زوايا ما بين الأبعاد يعني له طول وعرض وارتفاع وله زوايا بين الطول والعرض والارتفاع طالما له زوايا وله أبعاد يبقى دي اللي بيسميها لاتس برامتر بعدك هنا عندنا مصطلح اسمه backing factor backing factor معناه the friction of space in a unit cell occupied by the atoms يعني نسبة الإشغال الزري أو عامل الإشغال الزري يعني معنى كده الجزء من الفراغ في اليونة سيل اللي هو محتل به الزرات أو بمعنى أصح الزرات التي تحتل فراغ داخل اليونة سيل أو بمعنى أصح هو المكان التي تحتله الزرات طب نسبة الفراغ فيه يعتبر قد إيه هذا هو backing factor أو نسبة الإشغال الزري